صباح صباح يا عمي الحق صباح صباح حاليا باركنتو جام 7-11 اذا جاءنا اي وردر تاني الناس اللي بتسأل من اللجوء برضي ايما الناس كتير بتقول لعود ان نقدم اللجوء بما انه الليلة الكندا داي اطلا مدفوعة الاجر من الحكومة فغررنا نشتغل اوبر ونشوف هنعمل مبلغ كام يعني لانه الليلة هوليدي والناس كلها مواجزة في البيت اللي هو تغريبا من الاستغلال بتاع كندا فجاءنا اي وردر حاليا بـ 19 دولار هم اي وردرين بجينا منهم 19 دولار على سبعة كيلومتر استلمت اول اي وردر هنا نمشي ناخد اي وردر الثاني المضعم الثاني قريب من المضعم الاول وردرات نحوط تكون هنا مرحبا مرحبا الاجواء جميلة اليوم اجواء مصيفة اي ما الصيف فالصيف صيف ضريف والله يعني احسن من البرودة لانه البلد دي البرودة بتاعتها حاجة ثانية مرحبا 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 فيه هدوء حاصل في الشوارع يا جماعة ما في زحمة ان شاء الله ما تقوم بعد شوة شوارع تزدحم لانه حاليا الساعة هدوب قريب الى اثنين يعني دور شايفين الهدوء احنا وصلنا عند البيت الاول هاتف اللي اجيسون 3 2 6 1 هاتف ناخد الوصورة السمت صلنا للبيت التاني بس بركنا شوية بعيد لانه ما في باركين في الصيد التاني وانا جيت شوية بعيد من المنطقة التحتية يعني سبعة كيلو متر وقمت زيعتاشر دولار من ناحية كويسة ومن ناحية ما كويسة بس يلا حسن مما نجيف لان انا طوالي يعني بكون بقيف اكتر مما واشتغل فهمت على يعني اي order بيجيني ما قعد اقبل بساهل الا الorder خلاص يعني حسنه مغطي مغطي بس دعونا اللينا نتحرك نحاول ان نقبل اكتر الطلبات ونشوف هل نحن هنستفيد او لا بعدين المنطقة اللي انا حاليا فيها الصراحة ما عارف انا نفسوين ذات اول مرة ايجيب ايجاي او بالله صحة اول مرة ايجيب ايجي ايجي اردار هنا فلا مدكد من المنطقة اللي انا فيها استكشاف استكشاف مناطق جديدة كانت ماء got wet بسبعة كم بأنهم لا استنه من هنا فابنامي فأنا في ناس كتيرة بتقول لي احنا ما عاوزين لايكات عملين ردلين على الاسئلة وكذا اول حاجة جماعة فارقة الزمن يعني انت الوقت اللي بترسي اللي فيه وانا بكون عندنا هنا نايمين يعني ما فارقة الزمن وغير كذا بكون مجغوري يعني بعد مرات ما قادر ارد على كل التعليقات فبجدع لايك على بان ما اكون فاضي بعد ذاك بخشب اردالك على تعليق اما ردت في فيديو تاني يعني فما علينا حاليا اسا خلونا نرد هنا على بعض التعليقات في واحد كاتب لي اخ يوسي في واحد زيارة يقدر يحصل على عمل ويقلبها لفيزة عمل ارجو التوضيح ايوا لو جيت زيارة بتمشي بتقدم لاي شغل عن طريق نديد او اي موقع تاني فهم بيقول يسألوك يعني في بعض الشركات بيسألوك انت عندك زيارة والعندك بتبحث عن عقد عمل يعني يعني Work Permint اللي هو اغامة بتاعت عمل وكذا فبتقول لما ايوا وبتقدم على هذا الاساس فانا حرودت في الكومنتات لانه صراحة عشان اقرأ الكلام كله كتير وحياخد من زمن الفيديو برضو يعني فانا رديت على جميع الاسئلة في الكومنتات جاءنا وردر ب 11 دولار على 3 كيلومتر المحل بتاع سوشي فانا جيبالت الوردر ده انت حاسي نفسي انه انا قاعد اقرب شوية من المنطقة بتحتي بس شكل كده حامش بعيد زيادة 3 كيلومتر فالله المستعان الشاكين اللي اللي حالي في انكوفر كله او بلا صح بريتش كولومبيا بقوله يا اخوان انا مركتها بعيدة وصلت حتى اسمها جويس و جويس دي باعتبارها بعيدة من بيتي بس معها خطيرة الليلة دي نحديدها معا من اسوبردين نشوف بورنانو جوش هنا البيوت بتاعتهم ده هنا مفصلة C 10 11 D A B C D يعني الامور جايطة كتوب هنا دي 2 حاليا و شكله زي مجمع سكني يا حمد الله ع السلامة فعناء اللي قلت لها مرأة كبيرة فهي وصفت لك انه تخش بيجوها ويستقلها اللي قلت لها المال يعني البيت والله لو ماهي مكان لقيته اللي قلت لها المبارغيني ورانا هنا اللي نزاله من كل ما عايزين تتساغغ معانا بارين نعمل الرئيس سباق طوال انا جاهز والله حقا ندا كعب هنا فور سيلندر لو ماهي مرأة كبيرة لو ماهي مرأة كبيرة انا حاليا في المنطقة بتاع جويس اللي هي داخل فانكوفر يعني فالقدامنا كلها بيوت وبعدين معظم الناس اللي ساكنين فيها اللي هم يعني الصينيين يعني معظم البيوت في داخل فانكوفر بيكون مشترنها الصينيين او الهنود فبتاق عندهم مثلا ايجارات يعني باسمينت اللي هو اندرغراون لانهم طواب بيكونوا صينيين فوق فبهي اجروا لك يعني اندرغراون اللي هو تحت يعني تحت الارض بتاقق مثلا ب الف وخمسمية دولار في الشهر فيادي بالنسبة للاجارات يعني هنعمل لها فيديو برا ونحن بس حالين يعني سيطلع سريع كده رجحت على الداونتاون جانا اردر من مكدانوز بيجينا من الخمسة دولار مدرس اشتركوا في القناة مدرس دولار الهتمام 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 الثلاثة 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 في نفس المنطقة لا يحتاج إلى حركة العربية من البداية الثلاثة مره الثلاثة الثلاثة انا جميع الورد الثلاثة وحتى المنطقة على 7-11 اذا دخلت اخرى احاول لأقرأي عن اي طلبات لجميع الامور لأن لانه كل ما تتأخر ما تقبل لك اي طلب فهوبر بيوقف لك التطبيق زي حكاية بتاعه تقريب مصير ساعة ما بيجيك اي اووردر فقعد احاول امشي بخمسة دولار ستة دولار جان اووردر بتمانية دولار على تلاتة كيلومتر في اليام العادية ما بقبله بس بنا احنا نشتغل ونقبل اي احاول نقبل اي اشي ماشي الامور فلاس جو احنا نخدم اي طلب خمسة دولار من مكدانوز فلا نعمل لا اكسبت استلمنا الوردر الثاني من مكدانوز الان رحلة تنزيل الوردرات تصلنا المبنى 2.0.14 9.01 0.01 مرحبا 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 لا يمكن أن أصل أظهر السلم فقط الطابق الرابع أيضا مباركة هناك مباركة لا يجب أن يكون الأرض الثاني بويل عندنا 400 مائل يعني قريب حوالينا هناك بلينة قبل هناك البوغابة لنذهب لنرى البوغابة صبحنا وأصبح الموكي لله مباركة كان هناك عمل الصراحة كان كان مباركة فقط حصلت لي الظروب لا أستطيع أن أكمل العمل وطريت أرجع على البيت لكن الليل صحيح الصباح بدري ونشتغي قليلا قبل الدوام فإن شاء الله ستحصل لنا قليلا بعض المصارف ووكلنا على الضام وشيل القهوة هذه الصباحية هم حاجة القهوة سوف تفوق قليلا من الغيبوبة العايش فيها مباركة كنا كنا اكتف ساعتين ساعتين إلا خمسة دقائق حاجة بالشكل ذا مقبلة وقدره 2.2$ فهل ساتف أنا وأشتغل بأن أننا سنقبل أي قهوة ونحن بيجوة ومشي على حالة كما قلنا 0.60$ و3.60$ في ساعتين سنمشي على هذا المبدأ سنقبل أحد إذا كان وصلت وضعت مقبلة وشتغلت اليوم مساة عملنا قرش كويسة بس للأسف انه احنا وقفنا فذا ازقاد 62 دولار في خلال ساحتين جاءنا طلب بـ 8 دولار على ثلاثة كيلومتر احنا وصلنا على المقهى هو قدامنا هنا فيه ناس بيتزانين انه كيف الطريقة بتحت التقديم يعني للرخصة للـ ICBC الامتحان وكده اول حاجة اذا تجد برخصة من البلد بتحتك يسهل على نفسك بتاخد المستوى الخامس حوالي يسهل على نفسك والمستوى الخامس بتاخد المستوى الخامس اذا لا تجد برخصة فانت مضطر انك تعمل امتحان النظري برضو في الحالتين هتعمل الامتحان النظري بس الفرق اذا انت جد برخصة ستاخد المستوى الخامس واذا ما جد هتاخد المستوى الخامس الليرنر اللي هو اللي هو الـ L هتدوك ورقك كده وما هتقدر تسوق لمدة سنة فمدة السنة دي بتكون قاعد تتمرن تستطيع تسوق في حالة واحدة بس انه يكون معاك عنده الفليسن عنده الـ Class 5 انت سائق هو قاعد جنبك ومدة السنة بعد ذاك تعمل امتحان الشارع ويتاخد الـ Class 7 اللي هي الـ N ثاني حتقعد لك حكاية سنة تقريبا عشان تاخد الـ Class 5 فدايما نحاول من بدر يجيب معاك روصتك وخلاص الناس برودة بتزال من التقديم كافي يعني انا دار اقدم الامتحان وكافي بتخش ICBC بتكتب في جوجل ICBC فبدوك بعد داك Pook Appoint Road Test تختار الـ Knowledge Test لان اول حاجة لازم تبدو بالنظري بعد ذاك الامتحان الشارع عامة فربنا يوفق الجميع وفيه تطبيق برضو يسمو ICBC اللي اخشيت جوجل او App Store بتققى ICBC ونزلو بتعمل عليه Practice اللي هو يعني بتراجع عليه وفي وازيلة واجوبة بتراجع عليه قبل تخش الامتحان بتاع النظري فيايا معلم وردر بفيد عندنا اربع دقائق جواء جميلة الفترة الصباحية وشروق الشميس ما في الزحمة تقريبا هو هنا شكرا 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 عن طريقهم في زول بزاني الكهرباء كيف والهايدرو احنا بمسا قولها هنا الهايدرو اللي هو الكهرباء والماء والحاجات شكرا شهريا انا ما عرفي حتات بيكون شهريا لكن عندنا هنا في فانكوبر كل ثلاثة شهر تقريبا من سبعين دولار لحد مئة يعني في الحدود فعلى حسب استهلاكك انت بعدينك فانا ما شاهد بيس بيك دي يعني موضوعها ما خطير يعني سبعين لمئة كله ثلاثة شهر ما كعبة كويسة في واحد اخوتنا بتزانينا هي عايز تجي وانصحها شنوبة الشغل هنا وهي عندها أطفال كمان يعني بالنسبة للشغل يعني اكتر شي النساء يعني بيحبزوا الشغل طبعا بيكون مريح فممكن تكون تقدمي في عاية الأطفال يعني اللي هو زيل يعني الحضانة وكذا في يعني غروج بالمناسبة يعني الاسر بيدفع غروج كويسة والحكومة بتدفع برضو للناس يعني اللي بيهتموا برعاية الأطفال وفي الرعاية بتحت العاجزة برضو اللي هو دار المسنين وكذا وغير في غيرة يعني في كتير ممكن تشتغلي يعني استقبال في اي مبسلم مستشفى تشتغلي استقبال ويعني كثير كثير من الوظائف فنوالله ما اقدر يعني احصي ولا اعد الكمية يعني في خيارات كثيرة يعني حتى الاستقبال ما ضروري مثلا تشتغلي استقبال في مستشفى يعني ممكن تشتغلي في شركات شركات كثيرة ممكن تشتغلي في الاستقبال اللي هو بعد تردي على المكالمات مثلا مرحب بكم في الشركة الفلانية هاو كان يساعدك كيف في مطاعم في يعني مقاهي يعني بالذات في فينكوفر لانه في ناس كتير بيقول احنا ما قادر ان نحصي الشغل فينكوفر الشغل فيه راقد فهمتوا علي يعني امعرف باقي المغاطعات تورانتو البرتا الهتات دي بس فينكوفر فيه شغل تمام يعني اللي دليت انه ذات يعني المعيشة هنا غالية و الصرف كتير فدائما الشغل هنا متوفر تهمتوا علي فايزوا يعني البلد غالي فعلا انها بس في شغل فباقي المغاطعات لانه في ناس كتير بتقول لي باقي المغاطعات ما في شغل انت كلامك دوين يعني تقدموا على شغل وظائف في مواقع انديد وما اعرف شنو فبتقول لي كتير انه ما في شغل انت قاقع عاي شوية والله يا اخي فانكور في شغل انا ما اعرف باقي الناس لكن انا كل ما اقدم على وظيفة قاعد احصل على وظيفة الناس اللي بتزال من اللجوء برضى ناس كتير بتقول لي اعود ان اقدم لجوء كيف؟ اللجوء يتمنى السفارة اقرب سفارة عندك في الدولة التي انت عايش فيها حاليا بتمشي بتقول لما انا عايز اقدم لجوء وبيدوك استمارة بتملاو بترجع لهم بعد ذاك بتنتظر الرد فبعمرة بتاخد سنين يعني انتو حظك زي اللوتري كده يعني بتنتظر بس وقت ما يقبلوك يعني بيقبلوك وربنا يوفغ الجميع ان شاء الله ما جاتنا وردارات فجيد على الشغل واليوم الليل عندنا زحمة يعني ذاته زحمة شديدة مرحبا فجلنا احاول ادخل العربية يجيو الشركة امر بيعيد لا تخوش يا مان هنا ولماذا؟ صباح صباح يا عم الحج صباح 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 اقول ليه ايه واذا يحصل يا عم وبيجا مصري الهي لعمر هنا نكون وصلنا لنهاية الفيديو إذا أعجبكم الفيديو لا تدعمونا باللايك والاشتراك في الغناء شيروا الفيديو ومن هنا لحد ما نلقاكم في بلوغ جديد السلام عليكم